خلق الله تعالى الشهور وفضل بعضها على بعض قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ومن الشهور التي فضلها الله تعالى شهر ذي القعدة وهو الشهر الحادي عشر من شهور السنة الهجرية وسمي بذلك لأن العرب قعدت فيه عن القتال تعظيما له واستعدادا للحج في ذي الحجة ومن خصائصه أنه بداية الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكانت العرب تحرمها لأمن الناس في سيرهم إلى الحج فجاء الإسلام وزاد من حرمتها وحرمة ابتداء القتال فيها ونهى عن الظلم فيها تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها ومن خصائصه أنه من أشهر الحج التي لا تنعقد نية الحج إلا فيها وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه أربع عمر فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته قال النووي رحمه الله إنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم أفجر الفجور